طيب بصوا قيمة الاهلي احنا تكلمنا على حجز تذاكر كأس العالم لكرة القدم بمشاركة الاهلي تكلمنا على عودة بعثة الاهلي لكرة اليد لكرة السلم من بطولة العالم رابع العالم ثم الحديث عن مشاركة الاهلي في كأس العالم لكرة اليد البطولة اللي هتتلعب في السعودية ان شاء الله من 7 ل 12 نوفمبر المقبل كشف الاتحاد الدولي انه القرعة هتتلعب يوم الخميس اللي جاي القرعة هتجرى في مقر الاتحاد الدولي في بازل بسويسرا الموافق 28 سبتمبر الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة يعني يوم للخميس اللي جاي 12 رده القرعة هتتعمل في سويسرا مقر الاتحاد الدولي البطولة من 7 ل 12 نوفمبر اللي هيشارك فيها 12 فريق القرعة هتنظم ال 12 فريق هيتقسمه الى اربع مجموعات كل مجموعة فيها ثلاث فرق كل فريق هيلعب مطشين في المجموعة بعد كده الاول من كل مجموعة يصعد مباشرة للدور قبل النهائي والاصحاب المراكز اللي بعد كده يعني التاني والتاني في المجموعة يصفوا على بقية المراكز لكن اول كل مجموعة يصعد مباشرة للدور قبل النهائي كل الامل ان شاء الله ان القرعة تخدم الاهل في مساره في مجموعة تأهلوا باذن الله للاستمرار في الادوار المتقدمة للبطولة للتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حاسم مصطفى كشف عن قيود اجراء القرعة واكد انه لا يمكن وضع فريقين من قرعة واحدة في مجموعة واحدة يعني فريقتين من افريقيا بيشيجوا مع بعض اوروبا او هكذا كما ان الخليج السعود اللي هو المصطفى للبطولة بيحقله اختيار المجموعة اللي هو عايز يلعب فيها وبيظهر الاهل ضمن الفرق الاربعة المتواجدة في الوعاء رقم واحد رفقة ماجد بيرج الالماني دحام اللقب كاس سوبر جلوب كيلس البولندي وصيف دوري ابطال اوروبا الكويت الكويتي بطل البطولة العربية في الوعاء رقم اثنين هيتواجد الخليج والنور السعوديين وسان فرناندو اتش بي الارجنتيني والنجمة البحريني الوعاء التالت هيتضمن جامعة كوينزلاند الاسترالي وسان فرانسيسكو الامريكي وبرشلونة الاسباني وفوكس بيرلين الالماني دول الاربع او التلات مستويات اللي فيهم كل الاناء او كل وعاء هيبقى فيه اربع فرع هتاخد كورة من كل وعاء لمجموعة من المجموعات الاربعة كل مجموعة التلات اندية بشرط انه مفيش ناديين من قرى واحدة يكونوا مع بعض في مجموعة واحدة واول كل مجموعة مباشرة يصعد للدور قبل النهائي الامل الاهل ان شاء الله يكون انا انا بفوت انك شرحت الموضوع ده لاني كان فيه لخبطة ده اي خدمة اه اشكرك انا انا اعرفك حتى اشتغال لكن والله لازم اشكرك ليه ناس كتبت ان دي تصنيفات ان الالي في التصنيف الاول وان الوعاء التاني للتصنيف التاني والتصنيف التالت ويقولك برشلونا في التصنيف التالت هل ده معقول منطقي لا طبع مش منطقي اذا انت شرحت التصنيفات جات ازاي والقواعد بتاعتك فانت دلوقتي خلاص انت في المجموعة الاولى يبقى انت مش مش هتلعب ضد ماكدبورغ لو حمل اللقاء دي ميزة بالضبط طيب وكلسي البولاندي برضو فريق قوي والكويتي الكويتي بطل البطولة العربية هم طبعا الاختيارات دي بالنتائج اي هو مش التصنيف بشكل عام ولكن ما تم تحقيقه من نتائج مؤخرة اي المجموعة التانية يبقى انت محتمى تتواجد مع يالخليج او النور السعودين او سان فرناندو او ايش بيل ارجنتيني او نجمة واحد من دول او تعمى برشلونة لا التالتة بقى اي انت هتعمى واحد من دول مية المية ده الوعاء التالت بقى عندك برشلونة وكوينزلاند الاسرالي وسان فرانسيسكو الامريكي وفوكس برلين طيب هذا الكلام معناه انك احتمال تقع مع برشلونة اذا موقعتش مع برشلونة هتبقى عندك فرصة جيدة انك انت ممكن ما احنا مش عارفين الناس دي دعمت نفسها زي يعني احنا برضو مش عايزين ننصاق وراء كلام لكن هتبقى فيه ممكن انك انت تتصدر مجموعتك اشتركوا في القناة